بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم خلال حملة وطن بلا مخالف 253 ألفا و86 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود فقد بلغ عدد من تم ضبطهم خلال محاولة التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 3156 شخصا 72% منهم يمنيو الجنسية 26% أثيوبيو الجنسية و2% جنسيات أخرى كما تم ترحيل 3054 منهم وضبط 52 شخصا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالف أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 533 شخصا بينهم 91 مواطنا أخلي سبيل 69 منهم كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة حوالي 14 ألفا ومائتي وافد مخالف منهم 12 ألفا وثلاثة وخمسون رجلا و2148 امرأة كما تم إقاع العقوبات الفورية بحق 36 ألفا وتسعمية واثنين واربعين مخالفا وإحالة 37 ألفا ومائتي وثلاثين مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر وإحالة 41 ألفا وثلاثمائة وستة وعشرين مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم وترحيل 54 ألفا واثنين وتسعين مخالفا ترجمة نانسي قنقر